بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله راح نتحدث عن شيء اسمه VAL VAL هو اختصار لكلمة VALU في النماذج عامة احنا محتاجين إلى معرفة VALU لعدة أسباب مثلا لنرسله إلى مثلا بالأيجاكس على سبيل المثال مثلا لنعرف القيم لنوضح القيم لعمل مثلا بروجيسر أو لعمل مثلا نظام مثل جوجل على سبيل المثال اللي هو عند البحث يظهر لك نتائج عفوا مو نتائج يظهر لك كلمات مشابهة للبحث وإلا ما خلافهم الأمور هذه كلا تستخدم عن طريق معرفة VALU المدخل من الزائر هي تستخدم في الجوافو سكريبت عامة تعالوا نجي في الجوافو سكريبت عامة اذا بتعرف VALU تحدد الفورم اللي تحتاجه مثلا ومعرف شي ايش واخر شي تقوله VALU هذا بالنسبة للVALU في الجوافو سكريبت الافتراضية لكن احنا قاعد نتكلم عن VALU في الجي كوري تعالوا نقول عندي فونكش عفوا رح ننشئ الجي كوري فونكشن كنت بكتب فونكشن على طول طيب طيب هذا الفونكشن ومستعدين للأمر اول شي رح اقول عندي Input Type Text مثلا Name مثلا اي اسم مثلا User Name رح اعطي ID عساس رح استخدمه في الفاليو طيب طيب رح اسمي أو مثلا Search على سبيل المثال وهنا رح نقول Search طيب الـ ID Search كتابة الفاليو او طريقة جلب الفاليو هي عن طريق كتابة الـ ID اللي في الفاليو اللي بتستقبل من الفاليو انا باستقبلها من Search فراح اقول له من ID Search عطني بالفال هذه معناتها الفاليو اللي يدخل طيب يعني بمعنى الآن لو بعمل Refresh وكتبت شيء هنا هذا الفاليو اللي مكتوب له كتبت يوسف خلاص هذا معنات الفاليو الآن هو يوسف جميل وبهذا الشكل كتبت احمد خلاص الفاليو هو احمد هذا بالنسبة الى الفاليو ينكتب بهذه الطريقة والفونكشن المسؤول عن الفاليو هي تنكتب بهذه الطريقة فال بس تحدد فيها المكان اللي تبي تأخذ منه الفاليو ممكن تحدد اي طريقة من السلكتر اللي خذناها عادي في اي طريقة تحدد في الكلاص في الهذا في اي مكان تبي تحددها مو مشكلة تعالوا نعمل فونكشن اذا ما تم تغيير Search اذا ما تم تغيير الحقل الى اسم مثلا يضع لنص تحت يقول له انت تبحث عنه على سبيل المثال You Search For على سبيل المثال وبضع لي هنا مثلا Span عادية افتراضية طيب ورح نقول مثلا او لنقول Span قل Strong عفوا Strong خط عريض Strong وبخليها خالية لك رح اعطيها Class مثلا رح اسميها Word كلمة Class Word طيب هنا رح اقول كل ما يغير Search طيب كل ما يقوم بعملية تغيير للSearch يعطيني الاسم اللي وضعها والValue يظهر لي هنا طيب في اي مشكلة اجي اروح اقول له اقول له بهذا الشكل اقول له عندما يغير Search عندما يغير Search يعني Change احنا خذينا Change اقول له Function عفوا Function وراح ابدأ في العمل الآن نبدأ في العمل طيب الآن لما يغير القيمة اللي بالSearch رح نقول له يروح الى Class Word التالي عساس يضيف لنا القيمة اللي غير اليها في السيرج مثلا كتبت هنا يوسف لما اغير يطبع لي هنا تحت يطبع لي YouSearchFor مثلا أي اسم طيب طيب خلونا نقول Word رح نقول له .html أو text ما في أي مشكلة إذا تبت من استخدام الhtml استخدم التكست طيب فرح نقول له $ sign الID أو نقول له this بشكل مباشر this معناتها search طيب خلونا نقول search عساس لا تضيعون نقول search .val بهذا الشكل أنه يحط لي الvalue بعد ما إذا تغير search الـ input التالي تغير يروح الـ word الـ class التالي يضيف لي html معناتها الإضافة يضيف للvalue التالي أو ممكن تضعها في variable بهذا الشكل تقول var مثلا v على سبيل المثال يعني value طيب وتجيب value هنا تضعها بهذا الشكل ما في مشكلة تعال نعمل refresh you search for لحد الآن ما كتبت شيء خلونا نكتب ok على سبيل مثال بهذا الشكل you search for ok مثلا مثلا yousef yousearch for yousef على سبيل مثال jquery طيب yousearch أنا لعنت أبو خامس اسم jquery jquery yousearch for jquery وعلى على الفكر يعني بس لنبنوضح value يعني طيب هذه فكرة من الفكر أو أنك تقدر بدلا تضع في value تكتبها بشكل مباشر بدلا تضع في متغير يعني بهذا الشكل وتقول له value ما في أي مشكلة نفس النتائج yousearch for أي شيء yousearch for ومن الجمالية يعني أنه نضع هذا كله في dev على سبيل المثال dev طيب راح نقول مثلا خلونا نقول style inline راح نقول disable none أساس لا ينعروض لاحظ معي ما في أي شيء معروض طيب ونعطي class بعد ما سونا display طيب راح نقول مثلا نسمي لclass مثلا what أي شيء مثلا test على سبيل المثال طيب طيب راح نقول له هنا word راح يضيف لي عليها بهذا الشكل بعد ما يضيفها يسوي لي في test class test نقوله مثلا slide أو نقوله show طيب show خلال مثلا ثانيتين جميل هذا بالنسبة للعملية الثانية يعني أول شيء يروح أول ما يتغير search طيب يروح إلى word يضيف عليها القيمة من ثم يروح يفتح لي test يروح يختار test يعني ويضيف عليها خاصية أو effect show يعرضها يعني لأنها مغفية display non طيب refresh خلونا نجرب يوسف تعالوا نعمل refresh كما تلاحظ you search for يوسف على سبيل المثال فهد طيب راح أعطيني you search for فهد وبهذا الشكل فهد طيب you search for فهد خلونا نعطي جمالية أكثر طيب راح نقول له on plower أو مثلا on click لما يضغطه function لما يضغط search مو لما يغير فوق لما يغير تحت لما يضغط search راح نجيبه نفسه هذا طيب خلونا من هذا نحن نعطله طيب راح نقول test hide hide بهذا الشكل جميل يعني أساس يختفي بعد ما يرد يضغطها مرة ثانية جميل جميل تعالوا نعمل refresh راح نقول فهد راح تلاحظ راح يعطيني you search for فهد نضغطها مرة ثانية راح تذهب نكتب مثلا أسابي مثال يوسف راح تلاحظ يعطيني you search for يوسف نضغطها طيب راح تختفي نكتب مثلا أحمد وبهذا الشكل جميل جميل نقدر نزيل الفاليو اللي موجود نعم نقدر نزيل الفاليو القيمة هذه اللي أنا مسحتها في هناك بارامتر افتراضي داخل الفاليو ممكن تضع أنت بارامتر افتراضي لكن أنا ما راح أضع افتراضي أنا راح أضع خالي فراح أقول خالي رجع إلى خالي جميل جميل لاحظ معي الآن راح أكتب عفوا راح أخذ الفاليو الافتراضي بهذا الشكل من غير الإضافة راح أقول بس بهذا الشكل الفاليو عساس بهذا الشكل اختفى الفاليو بشكل مباشر طيب عساس يخفي طيب راح أقول مثلا يوسف عفوا أو مثلا جيكويري طيب لما تلاحظ يوسيرج فور جيكويري أول ما أضغطها راح يختفي الفاليو اللي موجود مثلا أحمد بهذا الشكل يوسيرج فور أحمد أضغطها يختفي الفاليو هذا إذا كنت بتستخدم بارامتر افتراضي ممكن ترد what you سيرج فور على سبيل المثال عن ماذا تبحث على سبيل المثال كفكرة يعني مثلا ضغط راح يقولي what you سيرج فور I سيرج مثلا فور مثلا يوسف أضغط بهذا الشكل راح يطيني you سيرج فور يوسف أضغطها مرة ثانية راح يقولي what you سيرج فور أقول له مثلا أحمد يعني خصائص كثيرة وجميلة في الجيكوري يعني يعني هذا لو بتعملها بالجاو سكريبت الوحدها يعني راح تأخذ منك سطور كثيرة لكن في الجيكوري لاحظ معاي الفكرة أنا ما كان الدرس هو الدرس أصلا يتكلم عن الفال فقط لكن أنا شرحت بعض الأشياء الإضافية يفيدك أنت لأن بالأخير يعني بالأول والأخير أنا ماني مستفيد منكم أي شيء إلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته